طبعا بكل تأكيد مشاركة النادي الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية للمرة التمنى حاجة مشرفة للكرة المصرية والجمهور النادي الأهلي خاصة بعد الأداء القوي اللي شفناه في المباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي واللي فاز فيها النادي الأهلي بثلاثية نظيفة وقدم مستوى رائع الحقيقة ليصعد للدور القادم لقاء بطل أمريكا سياتل ساوندرز الحقيقة أنه النادي الأهلي قدر أنه يحقق أرقام مهمة جدا في تاريخ مشاركاته في بطولة كاس العالم للأندية هنستعرضها بالتفصيل مع ضفنا عبدالعزيز أبو حمر الناقد الرياضي اللي موجود معنا دلوقتي عبر زومي يا سيد عبدالعزيز صباح الخير عليك صباح الخير يا محمد بيه وصباح الخير يا سيدة بسانت وصباح الخير على مصر كلها أهلا بيك يا فند احنا عندنا إحصائيات كتير قوي حققها النادي الأهلي من خلال مشاركته وفوزه فيه المباراة اللي فاتت لكن بشكل عام هل أنت شايف أداء النادي الأهلي مطمئن بصرف النظر عن النتيجة وبصرف النظر عن المنافس النادي الأهلي بدنيا وفنيا هل هو مستعد؟ طبعا زي ما حدك بدأت وقلت أن دي المشاركة رقم 8 للأهلي ودي تاني أعلى مشاركة في بطولة كاس العالم للأندية ونحن طبعا عارفين أن الأهلي قدم أداء جيد في المباراة الأولى أمام أوكلان سيتي بطل نيوز للأسف أن بعض الناس بيقللهم للفريدة والفريدة يعني بطل قرته وفريء متميز جدا وأول مرة يخسر من 8 مباريات متتالية بعد 8 انتصارات متتالية خارجية لأول مرة يخسر الأهلي قدم أداء قوي والحقيقة ظهر بشكل متماسك جدا نحن عارفين أن إدارة النادي الأهلي بتحاول من فترة أنه الفريق يكون في جاهزية للمشاركة في هذه البطولة العالمية ونحن عارفين طبعا أن الأهلي ممثل الكورة المصرية الأهلي قدم أداء جيدة أنا أعتقد أنه بعد المقدمة التي قلتها والنشرة التي سمعناها وأنه الأهلي تقريبا مكتمل من ناحية العناصر ومن ناحية الجائزية على مستوى اللاعبين والخطط وما إلى ذلك أنا أعتقد أنه الأهلي قادر بإذن الله على أنه يواصل مسيرته وتخطأ سياتل ساوندرس بطل أمريكا وبالتالي إن شاء الله نشوف الأهلي بإذن الله في نصف النهاية أنا أعتقد أن الأهلي جاهز لعب بشكل مثالي في المباراة الأولى تكتيب كويس اللاعبين واخدين الأمور بجدية أكثر حتى ربما البطولة المحلية للأهلي بيتسطرة وأنا أظن أن الأهلي سيكون حاضر إن شاء الله بكرة على الموعد بإذن الله إن شاء الله بنتكلم على لاعب زي حسين الشحات اللي لاعب عشر مباريات في منذيال الأندية هل أمامه فرصة أنه يمكن يوصل لرقم قياسي؟ نعم إحنا طبعا عايزين نقول يا سيدة بسانت أنه الأهلي رغم أنه لم يصل إلى المباراة النهائية في هذه البطولة العالمية إلا أن الحقيقة الأهلي عمل أرقام كبيرة جدا من هالرقم اللي حضرتك مثلا قلتيه رغم أنه مشكله مع الأهلي حسين الشحات الآن هو عنده عشر مباريات ولكن فكرة العشر مباريات هنا أن الأهلي فضلوا مبارتين بإذن الله سواء الأهلي هيلعب مع سيتل ساوندرز بكرة بإذن الله وحيلعب تاني مباراة يا إما نصف النهائية يا إما هيلعب مباراة للملاكس لكن على أي حال الأهلي فضلوا مبارتين إذا لعب الشحات المبارتين هيكون 12 مباراة وحيكون هو أول لاعب في تاريخ كأس العالم الأندية يصل لهذا الرقم 12 مباراة وحنا عارفين أن اللاعبين المصريين خاصة لعبي الأهلي طبعا هم المحتلين هذا الرقم عندنا ثلاث لعبة هم يتصدروا أعلى اللاعبين مشاركة في كأس العالم للأندية وهو هم وقل جمعة وحسين معشور ومحمد أبو تريكا ودخل معاه في المتش الأولاني في النسخة دي اللاعب ويليام تاد اللاعب أوكلاند سيتي أيضا بقى 11 بالنسبة لحسين الشحات ملاحظتك صحيحة جدا حسين الشحات لو لعب المتشين اللي جين حيكون 12 حيكون مفردا هو أعلى لاعب شاركة في كأس العالم الأندية من حيث المباراة وهو حاليا عشر مباراة هيبقى 12 مباراة عظيم أستاذ عدل عزيزي حدودك يعني ملك الإحصائيات يعني عندك دقة في الأرقام والإحصائيات عايزين نعرف إحصائيات أكتر عن مشاركة الأهلي بشكل عام في كأس العالم الأندية شوف الحقيقة أنه بعد فوز الأهلي بنتيجة 3 صفر الأهلي عمل أرقام يعني متميزة جدا جدا يعني إحنا نفخر بها في الكرة المصرية رغم أنه طبعا إحنا قلنا أنه أقصى شيء وصله الأهلي في هذه البطولة هو المركز الثالث ثلاث مرات زي ما كل يعرفوا على فكرة ثلاث مرات دي حاجة مش بسيطة وده أول رقم قياسي يعني ما فيش نادي حصل على البرونزية ثلاث مرات الأهلي بقى في كأس العالم للأندية لما لعب المباراة 19 ده أعلى رقم في يخوضوا نادي واحد في تاريخ البطولة رغم أنه أن الأهلي مش أكتر فريق يعني يشارك في نسخ البطولة نحن عارفين أنه أكثر فريق شارك في نسخ البطولة هو أوكلاند سيتي 11 مرات الأهلي شارك تمام مرات زي ما أنت قلت سيد محمد في المقدمة الأهلي الآن بعد ما فاز ثلاثة الصفر وخرج بكلينشيت فيه رقم مهم جدا لجمهور الكرة المصرية كله جمهور الأهلي أن يعرفوا حتى جمهور البطولة الأهلي أصبح أكثر فريق يخرج بكلينشيت في هذه البطولة هو ست مرات تخطى برشلونة تخطى كورينثيانس البرازيلي اللي هما كان الأهلي معاهم خمس مرات الأهلي طلع بكلينشيت 3 صفر بقى ست هباكي كمان الأهلي عنده رقم مميز جدا من وجهة نظري من الأرقام اللي بيهتم بها الفيفا قوي أنه الأهلي عنده الأهلي سجل حتى الآن عشرين هدف من العشرين هدف دول ست أهداف من خارج المنطقة وهو أعلى رقم يسجله أي فريق من خارج المنطقة علما بأن الأهلي بطبيعة الحال أو الأهلي بالعشرين هدف اللي يسجله ليس هو أكثر فريق يسجل في كأس العالم الآن دي إحنا كمان عندنا أنه الأهلي حقق انتصارين متتاليين لو إحنا رجعنا للبطولة السابقة اللي لما فاز في آخر مباراة لي أمام الهلال السعودي بـ 4 صفر الآن الأهلي فاز 3 صفر في المباراة التالية صحيح نفس نسخة تانية ولكنها التالية لأول مرة في تاريخ الأهلي أن الأهلي يفوز في مباراتين متتاليتين فوز صريح في كأس العالم الأمدي لأول مرة في تاريخ الأهلي فوزين متتاليين في كأس العالم الأندية طبعا إحنا قلنا أن الأهلي لعب عشر مباراة ومش بس كده كمان الأهلي في الفوزين المتتاليين دول حقق كيلين شيت متتالي على أساس أنه نحن زي ما قلنا أنه فاز 4 صفر على الهلال وفاز 3 صفر على أوكلان سيتي فالرقمين دول أيضا رقمين متتاليين حقق الفوز السابع يا شازلي وبالتالي أهلي وصل لرقم برشلونة طب يعني رقم برشلونة ده تاني أكثر فريق يحقق انتصارات في تاريخ البطولة إحنا عارفين أن ريال مدريد لعب عشر مباراة فاز في عشر مباراة وهو أعلى فريق يحقق انتصارات في البطولة وبالتالي فإن الأهلي أصبح ثاني أكثر فريق يحقق انتصارات صريحة في هذه البطولة وهي سبع انتصارات في كأس العالم الأندية وده شيء يعني أنا شايف أنه الأهلي حقق أرقام متميزة جدا للكرة المصرية ويعني زي ما أنت قلت أنه إنه شيء بيشرف الكرة المصرية ومس الكرة المصرية في البطولة العالمية توقعت حضرتك لبطولة يعني لمباراة الأهلي والسياتل ما سمعت بسانت توقعت حضرتك لمباراة الأهلي والسياتل طبعا الفريق الأمريكي هو بيشارك لأول مرة في كأس العالم الأندية لكن لا يجب التقليل منه أن الحياة تبعت الأصداع بتاعة مشاركة حتى الـ MLS اللي هم ربطة الدور الأمريكي عاملين بوست كده والمصريين دخلوا علاقوا فيه بالإنجليزي والأهلوية والمصريين والحاجات الحالة دي الحياة هو فريق جيد جدا وفريق سعيد جدا بأنهم يكونوا في كأس العالم الأندية لأول مرة وعملين يعني هيصة كبيرة على أساس مشاركاتهم أنا شايف أنه فريق متماز المباراة لن تكون سهلة للأهلي لكن الأهلي إن شاء الله هو المرشح بأنه يتخطى ويصل إن شاء الله لريال مدريد بكل تأكيد عشان نشوف مباراة مهمة جدا ما بين نادي الأهلي وريال مدريد بنشكر حضرك شكرا جزيلا طبعا لناقد الرياضي لأساس عبد العزيز أبو حمر شكرا جزيلا لك